أحمد أنا عايز برضو أسألك لأن أنا عارف أن أنت عندك تفاصيل يعني مهمة ومثيرة عن المدرب الجديد المساعد لمستر كولر طبعا المدرب مارسل كولر زود في الجهاز الفني طبعا الكابتن خالد بيبو مدير الكورة والدكتور تامير أبو العنين الأخصائي الطب البشر يعني أو طبيب العظام الموجود مع الفرقة والمدرب المساعد الجديد اللي هو المدرب الأرجنتيني السويسري كارلوس برينجر كارلوس برينجر ده حبيب مارسل كولر أو صديقه جدا هو اشتغل مع دي المرة التالت هنتكلم على مسارته كده بالتفصيل ونشرحها للناس أول حاجة بدأ التدريب سنة 97 في أكاديمية F-CF في سويسرا ديت هو برضو اشتغل فيها نوعا ماس كاوتينج واستكشاف لعيبة إذن هو مدرب كده هنبدأ يعني نستنتج كده بعض الحاجات عنه بعد كده اشتغل بالتدريب كده مدير أكاديمية في جراس هوبرز السويسري من سنة 2000 ل2002 بعد كده مدرب مساعد في جراس هوبرز السويسري سنة 2003 وهنا اشتغل أول مرة مدرب مساعد مع مارسل كولر سنة كان بداية تعرفهم ببعض كانت 2003 اشتغل معه 33 مباراة ولما تمت أقالة مارسل كولر في الفترة دي هو كمان اللي تولى المدير الفني في الفترة دي إذن دي أول فترة اشتغل فيها مع مارسل كولر بعد كده اشتغل كمدير أعمال في نادي جراس هوبرز بعد كده مدير فني لفريق تحت 21 سنة في جراس هوبرز السويسري إذن هو اشتغل استكشاف لعيبة اشتغل مدرب مساعد مع كولر اشتغل مدير فني للشباب اشتغل مدير أكاديميات خمس سنين من 2008 ل2013 ومدير فني كمان لفريق تحت 21 سنة في بازل السويسري يعني اشتغل في جراسوبر وبازل أحسن فريتين في سويسرا نكمل بقى بداية أنه هو مدير فني اشتغل مدير فني في أهم فترة في حياته كانت من 2013 ل2014 أول مرة يمسك مدير فني كانت في أبريل أو تاني مرة في أبريل 2013 مع اللوزيرن السويسري هنا درب فيها كهربا كان محمود كهربا بيلعب فيه اللوزيرن السويسري وبالمناسبة كهربا تقلق معاه أحرز هدفين وصنع هدفين في الدوري وقابل محمد صلاح والنني لما كانوا بيلعبوا في بازل وكسب بازل 3-0 محمد النني كان مستبعد من المباراة وصلاح كان على الدكة في الفترة دي هو أخذ المركز الثامن نجح أنه هو يقعد بلوزيرن السويسري في الدوري والسنة اللي بعدها أخذ معهم رابع وتأهل لملحق الدوري الأوروبي ووصل نص نهائي كالسويسرا يعني كل ده وفي الفترة بالمناسبة وخسر بقى المرة دي من بازل كان على يده برضو محمد صلاح ونني فيعتبر أنا شاف السيفي قوي جدا بعد كده اشتغل مدرب تقني يعني تقني يعني بيطور اللعيبة تطوير اللعيبة برضو مع جراس هوبر تحت 21 سنة بعد كده مدير فني الفترة التانية في الجراس هوبر السويسري عام 2017 بعد كده بقى ايه نيجي للفترة التانية مع مارس الكولر مدرب مساعد مع مارس الكولر في بازل يبقى هو اشتغل معاه في موسم 2003 في جراس هوبر الفترة التانية من 2018 ل2020 قعد مع كولر سنتين 101 مباراة اخدوا كالسويسرا دي كانت البطولة الاخيرة لبازل السويسري بعد كده اشتغل فيه سيون السويسري من 2020 ل2022 مدير فني وهم بقى بيجتمعوا للمرة التالتة مع بعض في النادي الاهلي اذا هو اشتغل مع كولر ثلاث مرات قابل محمد صلاح مميز بحتة الاكتشاف المواهب وبالمناسبة هو ارجنتيني ولعب وسط وهيبقى ليه الادوار اللي هو التركيز اكتر مع الجانب الهجومي مع العابة النادي الاهلي وعاشق للناشئين عشان كده كان مهتم بمعتز محمد وبزعلوك اللي هو الناشئين النادي الاهلي في التمرين لما الناس بدأت تتكلم على الصور هو برضو بيحب الناشئين وكولر جايبه عشان النقطة دي عشان اهتمامه بالناشئين ان هو المساعد بتاعه اشتغل معه مرتين فمتعود عليه فكون ان كولر يجيب مساعد اشتغل معاه في فرقتين قبل كده دي حاجة اضافة اضافة دايما الجهاز الفني مساعدته كمان في تحليل الاداة وتعطيها الفرق والحالة الهجومية والدفاعية مهمة جدا اعتقد ان اضافة هتمثل اضافة قوي جدا لنادي الاهلي ان شاء الله